بعد تأجير استمر لأكثر من خمسة أشهر بسبب الحر خطف فريق الأنصار بالجبارة كأس بطولة الشهداء لكرة القدم في موريس بعد فوزه على فريق العروبة بهدف دون مقابل لنا اشرف أن نشارك بطولة شهداء موريس الثاني الذي حصدها الأنصار الثالثة على التوالي واساس في تاريخه وبرغم الصعوبات والحروب إلا أن الأنصار ثابت لحصل البطولات توقف الدوري قبل خمسة أشهر ولكن اليوم أعدنا النشاط والحيوية باستكمال المباراة النهائية لكي نفكر في الدوري القادم وهذا الدوري يعتبر من أقوى دوريات المحافظة حيث شارك فيه أكثر من 31 فريق إضافة إلى فريق السلام الحقب نادي العروبة بالحميرة صاحب الأرض والجمهور كان قد سعى جاهدا وبكل ما يملك للضفر بالبطولة غير أن الحظ لم يكن في صفه ليحل وصيفا للبطل لعبي الأنصار وجمهور الأنصار يهدون هذا البطولة لشهدائهم الذين سقطوا وكانوا يمثلوا الأنصار في المباراة السابقة أو في الدوري السابقة وأنا بدوري كمشجع لنادي الأنصار نهدي هذا الفوض للقائد الشهيد يعقوب والقائد الشهيد أبو تفيان وأيضا العدنان ولكل الشهداء قرية الجبارة لديها الكثير من الشهداء في ميادين الشرف والبطولة بالإضافة إلى أنها الأولى رياضيا على مستوى منطقة موريس وهذه البطولة التي شفتمها اليوم هي البطولة رقم ثلاثة والسادسة في تاريخ نادي الأنصار لم يكن لافتا ما حظيت به بطولة الشهداء من تفاعل كبير تكريما للشهداء وتضحياتهم وإنما انخراط كثير من رياضيي ولعبي كرة القدم في صفوف الجيش والمقاومة وارتقاء أربعة شهداء خلال فترة مشاركتهم في البطولة نصر المسعدي قناة سهيل الضالع